أنت الأصغر شهامك علم شمس النور صوت الحق الصيف نور يعاني السلام عليكم اليوم إن شاء الله نستعرف محاضراتنا في طرائق تدريس العامة في المحاضرة السابقة كلمنا عن طريقة التدريس المعتمدة على المعلم كلمنا عن طريقة القاء وطريقة المحاضرة اليوم نكمل الطرق التي هي معتمدة على المعلم لكن قبل أن نأخذ الطرق التي ترونها على الصبورة طرق معتمدة على المعلم نرى أنواع طرائق تدريس الكبرى أنواع طرائق تدريس الكبرى سنقسم إلى أربعة أنواع الطريقة الأولى المعتمدة على المعلم نقول عنها المعتمدة على المعلم الطريقة الثانية الطريقة التدريسية التي تفاعل فيها المعلم مع المتعلم نقول عنها طريقة الثانية فيها تفاعل فيها نشاط فيها تفاعل المعلم مع المتعلم هذه هي الطريقة الثالثة الطريقة الفردية الذاتية المتعلم يعني تعتمد على المتعلم وهي فقط نقول عنها هذه individualized learning methods تعتمد على المتعلم فقط الطريقة اللي هي الرابعة نحن شايفين عن الصبورة الطريقة اللي هي التجذبية بإشراف اللي هي المعلم نقول عنها learning methods x-ray printer هذه الطرق الأربعة اللي هي الأربعة الكبرى في طرائق تدريس كلمنا في المحاضرة السابقة كما قلت لكم عن الطريقة الأولى المعتمدة على مين المعتمدة على اللي هي المعلم طريقة اللقاء طريقة المحاضرة ما قلنا عنها هي أحادية الاتصال أحادية الاتجاه لماذا أحادية الاتصال وتجاه لأنها تعتمد على طرف واحد تعتمد على المعلم فقط المتعلم ما هو دوره هو دور لا دوره مستمع ودوره اللي هو سلبي تكلمنا عن طريقة القاء طريقة إشيبنات طريقة المحاضرة قلنا في قاسة مشترك طريقة القاء طريقة المحاضرة يشبه بعض إلى حد أنه كبير لكن هناك فقد بينهم الذي هو completa الحملية المعلوم تحتاج إلى العدد كبيرة مثل taki كمika أ SAW قائمة كبيرة واسعة على المخادرة людей هذا كان ملخص بهذه السابقة في طريقة الألقاء و طريقة المحاضرة وطرائق الكبرى الأربع فيه طرائق تدريس نكمل اليوم الطريقة المعتمدة على المعلم اللي هي هناخد أربع عدة طرق اللي هي طريقة الشرح أنواع طرق تدريس هنكمل أخذنا طريقة أول إشياء للقاء طريقة المحاضرة نكمل اليوم هناخد طريقة الشرح طريقة الوصف طريقة القصة طريقة العرض والتنفيذ هذه كلها هي طرائق أحادية الاتجاه ما هي أحادية الاتجاه؟ يعني تعتمد فقط على المعلم طيب الطريقة الأولى كما نرى على الصبورة، الطريقة التدرسية المعتمدة على المعلم، طريقة الشرح. من تقول لي ما يعني عن طريقة الشرح؟ تفضلي. طريقة الشرح ما يقصد فيها؟ وما يعمل فيها المعلم؟ أشكرك، طريقة الشرح هي طريقة يتناول فيها المعلم المادة الدراسية بالتفسير والتوضيع، ويشرح كل جزء من أجزاءها يا بنات. الشرح هي تفصيلي، كل جزء من الأجزاء هي هذه المادة، وكل طريقة لها مزايا وكل عيوب. لكن ما قلنا؟ أنت معلمة، ما تريدك تعمل؟ قلت لكم في المحاضرة السابقة، وممكن أن تتوضفي أكثر من طريقة في الحصة الواحدة أو في المحاضرة الواحدة، لماذا؟ لكي تأخذ من مزايا كل طريقة وتتجنب عيوب الطريقة الأخرى. مثلا، ممكن طريقة المحاضرة، طريقة الإلقاء، وتأخذ معها طريقة الحوار والمناقشة. تتجنب عيوب الطريقة الأخرى، إذن طريقة الشرح يتناول المعلم، كل المادة الدراسية بالتفصيل وتوضيح، وتوضيح كل جزء من أجزاء هذه المادة العلمية بشكل تدريجي، بهدف ماذا؟ بهدف أن يجعل المادة الدراسية واضحة ومفهومة، مألوفة، يعني أنت كل جزئية تتناولها بالشرح التي هي بالتفصيل، يستعين معلم بهذه الطريقة بالأسل التعليمية، يتأكد أن الطلاب قد تفهموا الشرح التي هي الدراس، أم لا؟ يعني إذن هناك تغذية راجعة، المعلم يسأل الطلاب هل فهموا هذه الجزئية؟ طبعاً هذه الطريقة ممتازة لعملية الشرح وتوضيح، لكن مع المقرات تكون صغيرة الحجم، عندما تكون لديك مقرات كبير الحجم، لا تستطيع كل جزئية التي تشرحها بالتفصيل أو التوضيح، ماذا؟ هل هي؟ ما هي إيجابياتها؟ إيجابياتها هي تستاعد المعلم على أن يفهم كل جزئية من المتعلم، كل جزئية من الموضوع، لكن ما من سلبياتها؟ ما هي سلبياتها؟ تفضلي، ماذا؟ قد تحتاج الوقت طويل لتحقيقها الأهداف التعلمية، يعني لا يمكن أن تكون ما هي المادة التعلمية كبيرة، تحتاج الوقت طويل لتحقيق الأهداف، بعد ذلك هناك إيجابيات كثيرة جداً، سنأخذها، لكن نرى ما هي سلبياتها، تنمي، آه، تفضلي، طيب، تعتمد على المعلم بدرجة الأولى، لماذا؟ لأن المعلم هو اللي تناول بالشرح طول الوقت، لكن الطلاب دوروا ما هو مستمع، يريدون أن يشرح المعلم، تفضلي، تنمي العمليات العقلية الدنيا أكثر من العليا، ونحن أخذناها عند مستويات الستة، وهو للتعليم، تنمي المعاملية التي هي تذكر، عملت الفهم والاستيعاب، فقط، لكن عملية التحليل وتطبيق والتقويم، لا تستطيع أن هذه الطريقة تنمي المستويات التي هي العليا، هذه هي من سلبياتها، وبعدين تحتاج إلى معلمة هذه قدرة على توضيح الفكرة باللغة التي هي مفهومة، ولغة واضحة، هذه من سلبياتها، لكنها تحتاج إلى إيجابيات، ما هي إيجابياتها يا بنات؟ فعالة مع ماذا؟ فعالة مع فضلة، ماذا؟ فعالة مع المادة التعليمية الغابضة، يعني عندما تكون عندك مادة التعليمية غامضة أو صعبة أو غير واضحة، ممكن تكون هذه فعالة جداً معها، وتوضح المادة بشكل أكثر وضوحاً للطلاب، ماشي؟ ثم تصلح لتعليم المادة الدراسية السلسل فيها المعلومات، خذ بالك، تصلح لتعليم المادة الدراسية السلسل فيها المعلومات، من الجزء إلى الكل، خاصة طالباتنا المرحلة الأساسية، التعليم الأساسية، للطلاب الأطفال، تصلح لتعليم المواد التي تتناول فيها تعليم الموضوعات، من الجزء إلى الكل، أو من السهل إلى الصعب، تبدأ المعلم يشرح كده، ويبين لهم، مثلاً كلمة، وغيره، هذه كلها هي طريقة مهمة جداً، خاصة للتعليم المرحلة، وهي الدنيا المرحلة التدائية، بعدين هنا أيضاً، فعالة مع من؟ تفضل، تفضل، أنها فعالة مع المادة التعليمية صغيرة الحجم نسبياً، آآ، مع المادة صغيرة الحجم، أتبقى لك، لكي لا تستغرر المادة الكبيرة الحجم، تحتاج إلى وقت كبير جداً، لكن صغيرة الحجم، ممكن أن تتناول بالشارع، كل جزئية من الموضوعات، أو كل عنصر تشرحيه، بالتفصيل لطلابك، ما فيه كمان؟ أنها تطلوح إلى الطالب، فرصة الممارسة والتدريب، والتغذية الراجعة، أيها، فيها تغذية الراجعة، مهمة جداً، تتيح الفرصة للتغذية الراجعة، لماذا؟ لأنك المعلم تشرحي، ثم تسأل الطلابك، هل هناك هذا المعلوم، فرصة الممارسة والتغذية الراجعة؟ واضح يا بنات؟ ماذا؟ لديها إيجابيات؟ أنها فعالة مع محتوى المبادئ والإجراءات، أكثر من المفاهيم والحقائق، ماذا؟ فعالة وهمة جداً، مع المبادئ والإجراءات، أكثر من الحقائق والحقائق، لأنها تتناول تعليم المستويات، التي هي الدنيا، من التعليم، التي هي الفهم والتذكر، ولا تتاون تحليل والتطبيق والتركيب، لأنها تتناول مستويات الدنيا، التي أخذناها عند قبلهم، ماذا هناك أيضاً؟ هذه مهمة أخرى، فعالة مع المتعلمين، ذلك القدرات، ماذا يا بنات؟ المتوسطة والضعيفة، المتوسطة والضعيفة بشكل خاص، طلابك، لديهم قدرات متوسطة وضعيفة، فعالة معهم، ماذا؟ ممكن أن الطالب لديك الذكي جداً، أو الطلاب المفوقين، يفهمهم سرعة، لكن لديك طلاب الضعافة المتوسطية، الذكاء، يحتاجون إلى شرح منك، الذي هو أكثر، ماذا؟ نأخذ بنا من الطرق هذه، وممكن أن توافع أكثر من طريقة، مثل تلك، في المحاضرة التي هي الواحدة، ممكن أن نستخدم طريقة إلقاء، طريقة المحاضرة، طريقة الشرح، طريقة الحوار، كل الطرق هذه، مهمة جداً، نتوافعها مع بعضها، ونحن نأخذ دينا كل طريقة، على حدة، وما هي مفهوم هذه الطريقة، وما هي مزاياه، وما هي عيوب هذه الطريقة، بعد ذلك، نأخذ الطريقة الثالية، لطريقة الوصف، ما هي مفهوم طريقة الوصف، ما هي معلمتي، فضلت، ما هي مفهوم طريقة الوصف، طريقة الوصف، وهي وسيلة من وسائل الإيضاح اللفظي، وغالباً ما تستعمل عندما يتعذر توافر الوسيلة الحسية، وذلك بهدف تجزيد الفكرة التي يصعب ملاحظتها مباشرة، وتقريبها إلى الواقع، أما في حال التوافر الوسيلة الحية، فالوصف يزيدها توضيحاً وجلاء، وبالتالي، فهي طريقة تعتمد فعاليتها على المحصول اللغبي أكثر من أي شيء آخر، طيب، أشكرك، إذن وسيلة الوصف، وسيلة الإيضاح اللفظي، يعني أنت توضحي المعلومة، توضيح لفظي، ممكن حتى لو لا تكون لديك وسيلة تعلمية، تستطيع توضحها عن طريق الكلام، أو اللفظ، لكن هذه تحتاج منك، معلمة لغة واضحة، لغة مفهومة، عندها قدرات عالية على الوصف، وأحياناً ممكن أن تكون في عندك، كمان وسيلة تعلمية، هذه اللي هو تعطيك طعم أكثر، وتوضيحاً أكثر للمادة اللي هي العلمية، إذن طريقة الوصف، طريقة وسيلة وسائل الإيضاح اللفظي، عندما يتعذر توفر الوسائل اللي هي الحسية، وسائل تعلمية، وتستخدم وسيلة تعلمية، برضو يكون في عندك قدرات أكثر، في توضيح اللي هي المادة وصفة للطلاب، هناك أيضاً إيجابيات وسلبيات، نحكي لكم إياها كده عشان كل يكون فاهم، ما هي إيجابياتها؟ طريقة الوصف، تفضلي، الأخة تفضلي، أنت، لها إيجابيات طريقة الوصف، وتلك ممكن تستخدم أكثر من طريقة في الحصة اللي هي الواحدة، تفضلي، من إيجابيات طريقة الوصف، أنها تساعد على تجسيد الفكرة المجردة، وأيضاً تنمي خيال المتعلم وتوسع من أفاقه، وأيضاً مشوقة حيث تجذب انتباه هذا المتعلم، وأيضاً فعالة مع صف صغير الحجم نسبياً، وتقل فعاليتها مع المادة كبيرة الحجم، ممتازة، فعالية مهمة جداً، تساعدها تجسيد الفكرة المجردة، عندك فكرة مجردة غير حسية، أنت تصفيها للطلاب، وممكن تسعينك أيضاً في وسيلة تعلمية، تنمي خيال المتعلم، وتوسع أفقه وتفكيره، هذه كلها من الأهداف التي تحب أن تحققها كمعلمة، مشوقة للطالب، تجذب انتباه الطلاب، وأهم عندك شيء في العملية التعليم من طريق التدريس، أنت معلمة أكتب، معلمة فعالة، تستطيع على جذب اهتمام طلابك إليك، واضح؟ كلمتنا نأخذه إن شاء الله، ونطبقه في العملية التعليمية، فعالة مع صف صغير الحجم نسبياً، ماشي؟ يعني عندما يكون صغير الحجم، ممكن أنت تصفي لهم، تكون المعلومة واضحة أكتر، حتى ممكن لما يصف يكون كبير الحجم، لدي قدرات عالية، تستطيع أن تصفي المادة العلمية، بلغة مفهومة، بلغة واضحة، ماشي؟ تصفي الكبير الحجم، تصفي المعلومة بسهولة ويصر، هي عندك سلبيات، ما هي سلبيات الطريقة؟ كل طريقة من طرق تدريس، نحن نأخذ كل أنواع طرق تدريس، ما كل طريقة، إلها إيجابيات، أو سلبيات، ما هي سلبيات هذه الطريقة؟ تفضلي، ما هي سلبيات لطريقة الوصف؟ تفضلك، وكلي، من سلبيات طريقة الوصف، أنها لا تتيح للطالب فرص للمشاركة الفعلية في التعليم، وقد تحتاج إلى وقت طويل تحقيق هداف تعليمية محدودة، وتنمي التفكير والفهم والاستيعاب أكثر من تطبيق والاكتشاف وغيرها من المستوات العقلية لعليا، تمثل طريقة تدريسية ناقصة إذا لم تدمج بطريقة تدريسية أخرى، وسائل تعليمية مختلفة، ولا تتيح فرص الممارسة والتدريب والتغذية الراجعة بشكل جيد. أشكرك، أشكرك، هنا سلبيات، التي كثيرا متعددة أيضا، كل طريقة أتلك فيها إيجابيات، وفيها سلبيات، لكن ممكن كل طريقة تكون فيها إيجابيات أكثر من السلبيات، يعني هنا طريقة الوصف من السلبيات، نحن قلنا لك الطريقة الذاتية الأولى التي تعتمد عالمياً على المعلم، تعتمد على المعلم فقط، لا تتيح فرصة لمشاركة الطلاب الفعلية، يعني الطالب يكون مسلبي دوره، ونحن نريد أن نكون أكتب، والطالب أيضاً له فعالية في العملية التعليمية، أيضاً قد تحتاج إلى وقت طويل، عندما تقوم بأكسبلين وتشرح وكذا وغيره، تحتاج إلى وقت طويل، وإنك ممكن أن يكون لديك الوقت محدد ويتخلص أكبر جزئية من المقرر، واضح؟ إذن كمان تنمي التذكر والفهم والاستيعاب أكثر من التطبيق والاكتشاف وغيرها، والتحليل، مستويات العقلية العليا، إذن هنا تتناول فقط المستويات، تنمي مستويات الدنيا، وإننا نريد أن تنمي جميع المستويات، أخذناها عندها بلوم، مستوي تذكر، الفهم الأستيعاب، التحليل، التقويم، التركيب، كل المستويات هذه مهمة جداً في العملية التعليمية، خاصة إذا كنت تعلمي طلاب مستويات عليا، مثل المرحلة الثانوية أو المرحلة الجميع، هي مناسبة جيدة، مناسبة من؟ للمستويات الدنيا المرحلة الإبتدائية، خاصة طالباتنا التعليم الأساسي، وتظل طريق ناقصة، إذا لم تتمزم أو تلك، يجب أن نمجها بطرق تدريسية أخرى، ثم لا تطيع فرصة لموارسة التغذية والتدريب، والفيتباك، التغذية الراجعة، ما فيها التغذية التي هي راجعة؟ لأن المعلم يشرح، بدون أن يعرف طلابه هل فيهم هذا الموضوع أو لا، فهمين، لقد أخذنا أكمل طريقة، طريقة الشرح، ما زيها وعيوبها، وطريقة الوصف، ومثلتك أنك ممكن المعلمة تجمع أكثر من طريقة في المحاضر الواحدة أو الحصة الواحدة عندك، الآن الطريقة التي هي آخر طريقة من طريقة المعتبدة على المعلم، وهي طريقة العرض والتمثيل، أيضا الطرق التي هي المهمة جدا، برطريقة العرض والتمثيل، ممكن أنت تعرض المادة العلمية على طلابك عن طريقة عرض وتمثيل، ما الذي يقصد فيها؟ عرض وتمثيل، ما الذي يقصد فيها؟ تفضل، أيها حنان، طريقة التعرض والتلقين، وهي طريقة يقوم بها المعلم بأداء معين، وأمام المتعلمين، كأن يحل مسألة على اللوح، أو يجري تجربة في المختبر، أو يقوم بتمرين رياضي، أو يشغل جهاز، أو يمثل موقفا، كل ذلك يتم على مرأة من أعين التلاميذ وأمامهم، أشكرك، طريقة العرض والتمثيل، طريقة يقوم بها المعلم بأداء معين، أمام التلاميذ، يعني أنت تعرضي، أو تمثلي، أو تعرضي المادة العلمية، أمام طلابك، كأن تجري تجربة في المختبر، خاصة طالباتنا، التي لديهم الكليات العلمية، طالبات الكيميا، الأحياء، طالبات الثانيين، تجري تجربة مثلاً في المختبر، تجربة تعرضيها، حتى تتعرف على النتائج والقوانين هذه التجربة، أو أيضاً، أو تقوم التمرين الرياضي، ودعم الطلاب أيضاً، تحتاج معلمة عرض وتمثيل، كيف هي أدوان رياضية تستخدمها، كادة متاسبة للتدريب، أو للتدريب، ممكن تستخدمها، كل طرق، أو يعمل جهاز، أو يمثل موقفاً تعليمياً، وممكن أيضاً، غير التركيب، وكذا، ممكن أن تكون أكتب، معلمة، تمثل موقف تعليمي، تكون كذا، تعرض طريقة، وتمثل موقف تعليمي، أيضاً عن طريق العرض والتمثيل، وقالتك، أنت معلمة، ممكن تكون أكتب، نشيطة، متفاعلة، ممثلة، مثل هذا الدور، المهم الهدف أن توصل المعلومة لطلاب وتحقق الأهداف، ممتاز، ممتاز، نحن قلت من ضمن ما هي كفاءات المعلم، حيوية المعلم، وقدراته، وكفاءته، وهي صوت المعلم، طريقتك، يعني، ممكن أنك تعرضي، مثلاً، قصيدة، ليس شرط أنك القصيدة تتكلمها على وطيرة واحدة، ممكن أحياناً، ترفع صوتك، أحياناً، تكون صوتك منخفض، وكذا، وتمثل هذه الأضوار، تعرضي مثلاً، مثلاً، قصة، قد تعرضي، بإمكاننا أنه هو دور القصة، ممتاز، ممكن أن أنت تصفي، هذا هو الدور، القصة، تعرضيها في طريقة التمثيل، وممكن أن تتغلب بطريقة القصة مثلاً، كما يتبع طريقة معتمداً، على المعلق، طريقة القصة، حيث أنك تعتمد أنك على نفسك، وتحكيها، ممكن تجلب الطلابك، ويمثله هذا الذي هي تمثيل، أو الطريقة العرض والتمثيل، يجعل طلابك مثله هذا الضوء، طالباتنا اللغة العربية، ممكن أن تستطيع أن تستغل هذه الطريقة في عرض أنها المادة العلمية لتبعتك. عندك درس في القراءة ودرس في غيره. كيف يوجد دروس كثيرة متعددة؟ تستطيع أن تعرضيها على طريق تمثيله وتخلطها بكمة تمثيله. وهذا تنطبع لها ذاكر قوية في ذهن الطالب وتنطبع ويستطيعون أن يفهموها بسهولة ويسر. واضح يا بنات نأخذ طرق هذه المتعرف عليها وكيف نحن نطبقها إن شاء الله في حياتنا العملية. وهي إيجابياتها. ما تعمل؟ تساعد على توضيح الفكرة الغامضة. يعني عندك فكرة غامضة أو مهارة معقدة توضيحها للطلاب عن طريق الأكتب أو طريق التمثيل أو طريق العرض. واضح؟ ما أيضا؟ تجعل من المعلم النموذج المحتذى به في العرض والتمثيل. ما نقول دائما؟ المعلم مثال وقدوة أو المعلم هو قائد في الميدان. إذا أنت عن طريق طريقك أو أسلوبك تكون أنت مثال وقدوة لمين لطلابك. بعد ذلك هنا ماذا؟ تنمي المستويات العقلية كافة. أخذ بالك حتى أقول لك إذا هناك في الأسئلة صح أو خطأ أو اختيار من المتعدد. أخذ بالك تنمي. هنا طريقة العرض والتمثيل تنمي المستويات العقلية كافة. الدنيا والمتوسطة والعليا. وبما تنمي ، جميع المستويات تنميها. طريقة العرض والتمثيل، ماذا قلنا عن طريقة الأولى التي وهي طريقة الآن هناك أن تنمي المستويات العقالية وطريقة الصحيدة، ثم المستويات اللحن وال Margaretが Laudon Yeinton والمستويات التي هي الدنيا. مثل التذكر وفهم أو الاستيعاب. هنا طريقة العرض والتمثيل تنمي المستويات العقلية التي هي كافة. مستويات الدنيا والمستويات المتوسطة والمرستويات العنية، جميع مستويات التفكير، وهو الفهم، التذكر، الاستيعاب، التحليل، التقويم، كل مستويات تنمي جميع المستويات لأنها عن طريق الاكتف أو التعليم أو عرض أو تمثيل. واضح؟ بعد ذلك تصلحت للتعليم أنماط المحتوى التعليمي كافة من مبادئ ومفاهيم وإجراءات وعقال. جميع المستويات تستطيع أن تعلميها عن طريق العرض والتمثيل. واضح يا بنات؟ خاصة إذا كنت معلمة ثانوي أو معلم مرحل عليا يستخدم هذه الطريقة طلاب تفهمها بسهولة ويسر. ثم وسيلة مشوقة تشد انتباهها بين طلاب وكثير دافعتهم. وسيلة مشوقة للطلاب تستطيع أن تجد اهتمام الطلاب غير طريقة الإلقاء والمحاضرة. ممكن الطالب من عيوبها أنه ممكن الطالب عدم انتباه الطلاب أو عدم قدرة الطالب على التركيز في التراويلة. لا، هذه الطريقة ممكن طلابك من أول الحصة لأخيرها أو أول محاضرة لأخيرها ممكن تشد انتباه طلابك وتعلموا منك بسهولة ويسر. من أول محاضرة تكون شادة انتباههم وتنطبع يدهم وتصل لهم المعلومة بسهولة ويسر. واضح لعند الهين؟ إذن طريقة إيش؟ إلها إيجابية. واضح؟ طيب أيضا تتيح فرص الممارس والتدريب والتغذية الراجعة والفيدبات. يعني أنت بالدربة طلابك تشرحينه في دربةهم ممكن تسأليهم ما هو القانون؟ ما هو وصلته؟ أو مثلا عملتهم تمرين رياضي ممكن هم يقلدوك فيه. صح؟ عملت تجربة. إلها آخر من الطرق؟ أو عملت مسرحية أو تمثيلية ممكن طلابك الذين يرجعون فيه الفيدبات وفيه تغذية الراجعة. ما هو استنتاج؟ ما هو استنتاج؟ ما هو فهمت من الموضوع؟ ممكن تكون فيها طريق الاستقراء أو استنتاج أو عصر ذهني. ما هو استنتاج طلابك؟ من خلال ما هي الأكتب ومن خلال التمثيل أو من خلال ما هي العرض التي هي والتمثيل. واضح؟ إذن طريقة ما هي منات فاعلة ومع جدا في العملية التعليمية التعلمية. هنا تناسب الصف ذو الحجم الصغير والكبير على السواء. بعكس الطرق الأخرى. إذن طريقة مهمة جدا. تناسب جميع المستويات. يعني نحن عندنا في المحاضرة نستخدم هذه الطرق طريقة العرض والتمثيل على حد السواء أو الصف كمان الصغير. إذن طريقة فعالة طريقة مهمة جدا. وإن شاء الله نحن نجدكم كل الطرق هذه عشان تخدم من كل طريقة كل مزايا كل طريقة تجنب عيوب الطريقة الأخرى. وأنا قبل كده أقول لك ممكن أن تكون معلما فعال معلما عندك كفاءة عالية وقدرات عالية تستخدم أكثر من طريقة في المحاضرة الواحدة. لماذا طيب؟ ماذا واحدة تقول لي ليش؟ حتى تستطيع أنك أنت فضل. فضل. حتى أنه نركز على الإيجابيات ونتجنب العيوب. حتى نركز على إيجابيات كل طريقة تخدم نزايا كل طريقة تتجنب عيوب الطريقة التي هي الأخرى. واضح يا بنات؟ إذن أنت معلما تكون كده أكتب نشيطة وعندك كفايات تعليمية عالية. وهذه كفاية كلها تأخذناها بالتفصيل في المحاضرة السابقة التي هي كفايات المعلم حيوية المعلم تنويع المثيرات. هذه كوية تسمى مثيرات حيوية من المعلم. ثم تعتمد المعلم على أكثر من طالب. يعني هنا يمكن أن يشارك لديك عدد كبير من الطلبة في المحاضرة الوحدة. عدد كبير جدا. يمكن أن تشغل جميع الطلاب. كل يمكن أن يشاركوا في التجربة أو في التمرير الرياضي أو في المعلومة أو في التمثيلية التي تفرضيها في موضوع الدرس. واضح عند الهام؟ ثم تحدث من قدرة الطالب من سلبياتها. تعتمد على المعلم أكثر من الطالب. سلبياتها أخرى؟ قد تحدث من قدرة الطالب على التجريب والاكتشاف بنفسه. يعني يحتاجها لمن؟ من يجب أن يكون معاك؟ المعلم. يعني الطالب لا يستطيع أن يقوم بالتجربة أو بالتمرير أو بالأكتب أو بالتمثيل. تحدث من قدرة الطالب. لكن هنا ومساعدة المعلم الذي عنده قدرات عالية يستطيع أن يكون موجه لطلابه في عملية التي هي التعليم وعملية التي هي التعلم. بعدين هنا نفس الشيء تحتاج إلى معلم عنده كفاءة عالية وخبرة طويلة. بالتالي قد لا يصبح استخدام من قبل معلم الممتدئين. لكن أنا أقول هنا هذه المعلومة ممكن. معلم برضو مبتدئ وعنده قدرات عالية يستطيع أن يقوم أيضاً بهذه الطريقة بكفاءة وفاعلية. فإحنا هنا نرسق في ذهنك التي هي القدرات العالية كفاءة عالية حتى تكون إن شاء الله معلم وتميزة وعندك قدرات عالية في عملية التدريس. إذن هنا إن شاء الله اليوم كده خلصنا من هي عدة طرق طريقة الشارع طريقة الواسط طريقة القصة طريقة العرض والتمثيل. كل الطرق هذه مهمة جداً اللي هي في العملية التعليمية. طريقة القصة برضو عبارة عن سرد إيش هنا. إيش طريقة القصة. خلنا نعرض بالتمثيل لما يعني القصة برضو هنتكلم عنها. خليها بالآخر لأنها من اللي هي الموضوعات المهمة جداً خاصة لطالبات التعليم اللي هو الأساسي. طريقة القصة. طريقة القصة من أهم الطرق في عملية التدريس. خاصة يا بنات العلميين للمرحلة الاتدائية. ما هي مفهوم طريقة القصة؟ ما هي معناها؟ طريقة القصة ما هي معناها؟ تفضلي. طريقة القصة. طريقة القصة هي عبارة عن سرد الحقائق والمعلومات بقالب لضي أو تمثيلي بحيث فيها عرض ومقدمة وخاتمة وتتنوع أنواع القصة. فمنها مثلاً القصة التاريخية والقصة الخرافية والقصة المترابطة وغير المترابطة. طريقة القصة مهمة جداً خاصة طلابنا في المرحلة الاتدائية. طريقة القصة عبارة عن سرد الحقائق والمعلومات بقالب لفظي أو تمثيلي. يعني ممكن أنت معلمة تكوني أكتب أو تكوني لهو مثلة. تعد القصة بطريقة تمثيلي طلابك. طريقة ترفع صوتك. وطريقة الثانية تخفض لهو صوتك. طريقة ممكن الثانية مثل أنت أداء هذا الدور. ممكن أنا من ناحيتي. ممكن أنت تجندق طلابك. طلابك يمثلون كما القصة. تكون طريقة فعالة وحيوية جداً. حتى يا بنات أيضاً طالباتنا مرجع ثاني. طالباتنا تعليم أساس مرحة الدائية والإعدادة. ممكن أنك ماذا تفعله؟ تجعل طلابك يمثلون دروس في القراءة. أو دروس في الدين أو أي دروس. ممكن طلابك يمثلون تمثيل. وتظل هذه مطبوعة جداً في ذهن طلابي. ماذا؟ سوف نرى ماذا؟ دروس كما تفكرون فيها. دروس كماذا؟ دروس في طالباتنا اللغة العربية أو طالبات أي تخصص. تستطيع أنك تمثله. ثم سنرى لو تسألكوا دروس كما. هناك نوع القصة منها القصة التاريخية. والقصة الخرافية. والقصة المترابطة والغير مترابطة. أنواع قصص كثيرة ومتعددة. يمكن أن تعرضيها وتهم الطلاب. ويفهموا المادة العلمية وتوظفها. وهي القصص في دروس القراءة أو دروس تربية إسلامية. أو أي دروس فيها طريقة عملية تعليم وتعلم. قصص مثل ماذا؟ ماذا تأخذ لدروس؟ مثل ماذا؟ يا جيهان، ما هي قصص؟ درس قط الزيتون للأطفال أو درس تعليم الصلاة بطبقه. مثل قصص يعملون بين الطلاب. حسنا، قصص مثل ماذا؟ قصص تاريخية. قصص صلاح الدين. قصص صلاح الدين. مثل قصص صلاح الدين. قصص كثيرة في دروس القراءة. ما هي دروس القراءة فيها؟ قصص الأنبياء. قصص الأنبياء، برافو عليك. ما هي قصص كمان ثانية؟ لا يمكن أن تستخدمها كقصة أو تمثيلية في القراءة. كل دروس تبعتكم. قصة ما؟ قصة فاتح ماكة. قصة فاتح ماكة، برافو عليك. قصة كثيرة تناوحي. حاول أنكم كذا، فكروا. وحاول أنك أنت أي دروس من دروس اللي هي لعندك. إن شاء الله تستخدم فيها قصة. ما هي؟ استخدام أسلوب القصة. أسلوب القصة. أسلوب القصة، قلت لك، ممكن معلمة أنت تكون أكتب تكون ممثلة. وممكن تخلط طلابك يمثلوا هذه القصة. ما هي مزايا يا بنات؟ مهمة جداً؟ مهمة جداً؟ مهمة جداً في العملية التعليمية. وسيلة ماذا؟ وسيلة ماذا؟ وسيلة تفضلت. من مزايا طريقة القصة أنها تعتبر وسيلة مشوقة وتجذب انتباه لفترة طويلة من الزمن. أشكرك، وسيلة مشوقة جداً. تجذب اهتمام طلابك لفترة طويلة من الزمن. تشوق طلابك للموضوع. حتى تعرفوا بصراحة الأطفال الصغار والكبار. يهمون القصة. يعني لو أدتكم كده المحاضرة عن طريق قصة، تجذب اهتمام طلاب. وظلها تنطبع في ذهن الهوء الطالب. حاول يا بنات الكلام نحن نأخذ الطبقو. لأن فعلاً تنطبق مهمة جداً أسلوب القصة في الحياة كلهية المهنية. خاصة المرحلة أيضاً التي تدائية. ما هي القصة؟ أنها تربي الأطفال تربية خلقية صحيحة. وتنمي فيها الاتجاهات الإنجابية حيث تضع أمامهم المثل العلية. وتستشير ميالهم إلى التقليد وتحرد دوافعهم للتعلم. أشكرك. هنا تنمي في الطلاب التي هي الأخلاف أو القيم أو الأهداف أنت تحقيقها من خلال القصة. أنت معلم تزرع قيم بس مثل التعاون. انتبهوا معي ركز يا بنات. تزرع قيمة مثل التعاون، الأمانة، الصدق. معاني مجردة. ماذا كمان؟ معاني مجردة؟ تزرع فيهم هذه القيم، أنت تستطيع أن تحقيق هذه الأهداف من خلال هذه القصة. تنتقل بطريق غير مباشر لطلابك عن طريق القصة. وبالآخر ممكن أن تستنتج من هذه القصة. تقول لهم ما هو الهداف والحرص على الأمانة والتعاون والمساعدة للآخرين وهكذا. واضح؟ نحاول إن شاء الله نرى معلمات وتميزات في التربية العاملة وفي الحياة المانية. وتوضفوا كل جميع الطرق التي تأخذوها يا بنات في حياتكم العملية إن شاء الله. طريقة القصة طريقة ممتعة. وهنا جداً في عملية التي هي التعليم. بعدين أيضاً؟ تفضلي. قصة مهمة جداً في حياتنا العملية. رقم ثلاثة. تبث في الدرس الجامد ونذهب إلى الحيوية والنشاط. تبث في الدرس الجامد حيوية والنشاط. أشكرك يكفي لعند الهيل. إذاً هنا أنت معلمة تستطيع تضيف حيوية النشاط للعملية التعليمية. من خلال أسلوبك. من خلال تكون أنت ممثلة. قولي القصة مثلية. أو دعي طلابكم يمثلوا معاك. ما تضيفه؟ حيوية النشاط للعملية التعليمية. تكون معلمة رائعة وعدي قدرات عالية. هناك توصيل المعلومة في تحقيق الهدف التعليمي. هناك زرع القيم عند طلابك. واضح؟ بناتنا كده طالباتنا المعلمات. معلم مستقبل. نكون كده معلمات. لدينا كفاءات وقدرات عالية في توصيل المعلومة وتحقيق الأهداف. واضح؟ تفضلي. نرى ما فيه كمان. تساعد على توضيح وتفسير ما غمض على الطالب فهمه. تناسب الصغار والكبار على حد من سواه. دعيك معنا لحظة كده. لا تكون عجولة. تساعد على توضيح وتفسير ما غمض على الطالب فهمه. ممكن طالباتنا معلماتنا العزيزات تأخذ بالنا. ممكن تكون معلومة غامضة عند الطلاب. ممكن تقول لهميها عن طريق قصة. قصة تاريخية قصة أي قصة. تستطيع عن طريق القصة توضح هذه المعلومة. من غير استرد حقائق. مهمة جدا. ونحاول نوظف هذه الطريقة بشكل ناجف العملية التعليمية. النقطة المعديها. تناسب الصغار والكبار على حد من سواه. أشكرك لعند الهين. تناسب الصغار والكبار. هل تحب أن تتعلم طريقة القصة؟ ممكن. تناسب الصغار والكبار على حد من سواه. مهمة جدا. القصة في علمتي التي هي التعليمية. لأن نفس الإنسان تميل إلى القصص. واضح؟ من ناحية السيكولوجية وناحية نفسية. مهم جدا. ما هي عناصر ثانية؟ تعالج؟ تفضل أي جهان. تفضل. طريقة علاجية للمتعلمين الذين دفعيتهم للتعليم متدنية. أيها أشكرك. طريقة علاجية للمتعلمين. دعك معنا. قال لنا دفعتهم للتعليم متدنية. يعني عندك بعض الطلاب. لا تستمعون معك. أنت هذه طريقة علاجية مهمة جدا. تجزب فيها اهتمام جميع طلابك. على حد سواه. إذن مهمة. خاصة الطلاب لا يستوعون بسرعة. أو هم لا يستمعون معك. عن طريق القصة طلابك يستوعب معك. تجزب اهتمامهم بشكل كبير جدا. ما فيه كمان ثاني؟ تثير أفق المتعلم وتوسع أفق تفكيره. تعمل على توسيع خيال المتعلن عن طريق قصة. لا يمكن أن تكون قصة خيالية. توسع الخيال الذي هو طلابك. واضح؟ أشكرك. ما فيه كمان عوامل ثانية؟ أشكرك. لا عندنا هنا. تفضلي. تنمي الأهداف الوجدانية الامتعالية أكثر من الأهداف المعرفية والنفس الحركية. أيها. ترى هذه النقطة مهمة جدا. لا تقول لماذا القصة مهمة في حياتنا. تنمي الأهداف الوجدانية الامتعالية أكثر من الأهداف المعرفية والنفس الحركية. ما القصة تخاطب؟ إنفعالات الإنسان. تخاطب مشاعره وعواطفه. أيها الأفتب الهدى هقد متظلم كثيرا. اذن هنا تجزب اهتبام طلابي. ماذا؟ اذن مهمة جدا. لأنها تثير انفعالات الطلاب. التي تثير تخاطب. تنمي الأهداف الجدانية الفعلية أكثر من الأهداف المعرفية أو نفس الحركية. واضح؟ آخر عنصر فعالة مع الصف الصغير والكبير في آن الواحد ماشا أشكري إذن فعالة مع الصف الصغير والكبير في آن وواحد لأن القصة مهمة جدا في العملية التعلمية إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة مهمة جدا تعلمنا فهمنا أدوار الطريقة الأولى طريقة الدستير المعتمدة على المعلم نقول عنها هذه الطريقة مهمة جدا وبعدها إن شاء الله في المحاضرة الجاية تتكلمنا عن طريقت الإلقاء طريقة المحاضرة طريقة الوصف طريقة التعديون هذه طرق مهمة جدا تعلمناها لكن قط التي لا نأخذ من مزايا كل طريق cape عيوب الطريقة الأخرى إن شاء الله في المحاضرة الجاية سنأخذ الطريقة الثانية الطريقة المعتمدة على الحوار والمناقشة بين المعلم والتعلم أو الطريقة للتفاعل فيها المعلم والمتعلم إن شاء الله وأشكر استمعكم إن شاء الله أن نلقاكم في المحاضرة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله